اللي فيكو شاف الفيديو بتاع انبارح اللي اتكلمت فيه عن الاخبار والتسريبات بتاعت عالم الام سي يو هيبعارف ان انا اتكلمت على ان مارفل هتعمل فيلم خاص للإكس من وعشان كده في خلال الفيديو النهاردة هنتكلم عن الفيلم الخاص بتاع فريق الاكس من اللي هيبقى موجود في كون 616 عالم الام سي يو هنتكلم عن كل التفاصيل اللي احنا عارفين عن الفيلم وإن اللي كيف انفاجي ناو ان هو يعمله وازاي ان هو يربط بيه الافلام التانية وكل حاجة عن المشروع وبلاش ان احنا نطول ولا نخد في الفيديو وفي البداية عايزين نبدأ عن الموضوع ده هو بدأ ازاي وازاي ان شركة مارفل هي ناوية ان هي تعمل الفيلم من الاساس مؤخرا شوفنا انه وبعد اضراب الكتاب انتهى شركة مارفل اعلنت بشكل رسمي على انهم مستعدين ان هما نيقابلوا بعض الكتاب عشان يكتبوا فيلم خاص لفريق الاكس من والفريق ده هيتقدم في عالم الام سي يو هيبقى ليه فيلم خاص يعني بمعنى اوضح هيبقى الفيلم ده تقديم للشخصيات من اول وجديد ولا ليه علاقة بالافلام القديمة بتاعت الاكس من اللي هي من شركة فوكس وبجانب كده هما مش يكتفوا ان هما يقدموهم في خلال فيلم ديت بول سري وزي ما احنا ما كلنا عارفين اللي هيبقوا موجودين في خلال فيلم ديت بول سري هيبقوا بتوع الاكس من بتوع عالم فوكس لكن بالنسبة لعالم الام سي يو فهو هيقدم شخصيات تانية بابطال تانيين بشوية ممثلين جداد مهمة برضه عشان نكمل نفس السلسلة بتاعت الكلام هما اعلنوا انه الفيلم ده هيكون فيلم تمهيدي ليهم وقالوا ان هما بالفعل كانوا شغالين عن الفيلم ده في خلال السر ولكن دلوقتي بشكل رسمي هيخلوا الكتاب ان هما نكتبوا له سكريبت والفيلم هيبقى فيلم خاص لعالم الام سي يو من ضمن الطايم لاين الاصلي وانا قلت هنا من شوية بشكل رسمي اكتر من مرة وعارف ان انا صدعتك بيها ولكن ده عشان الناس اللي هتيجي تقول لي يعني الفيلم هيتعمل ولا مش هيتعمل فانا فاهمتك الخلاصة عشان ما تجيش تسأني في الموضوع ده كتير والحسب كلام مصرد مشهور فهو ذكر انه الكلام ده هو فعلا شيء حلو نظريا ولكن بالنسبة للفيلم او بالنسبة للفريق فهو مش هيكون احسن حاجة غير بعد احداث فيلم افينجرز سيكري توورس يعني بعد حوالي اربع سنين او خمس سنين على حسب الفيلم ده هو ينزل امتى وترجمت الكلام اللي هو قاله عشان انا عارف انه في ناس كتير مش هتفهمه ان شركة مارفل بالفعل هي تعمل الفيلم والفيلم هيكون حلو ولكن الفيلم هيكون تشويقه او تحميس لتقديم الفريق بمعنى تاني احنا هنقدم ايها شخصيات عالم الاكس من ولكن مش هنتعمك في الشخصيات اللي موجودة عندنا كلها هنكتفي بالشخصيات المهمة عشان احداث السيكريت وورس واتعرف جوه الفيلم ان هو ده الفريق بتاع كون 616 وبعد احداث فيلم افنجر سيكريت وورس ازاي ما احنا معارفين طبعا من كيفين فاجي نعم مرحلة لبعد السيكريت وورس ما تنتهي هتكون كلها مركزة على الاكس من وتقديم المتحولين خلال الفترة دي بس هنبقى عندنا الافلام الاكس من كتير وهنبقى عمالين بنتعمك فيها فهو ده معنى الكلام اللي هو قاله والحسب برضو بعض التسريبات التانية فمارفل مخططة على ان الفيلم ده مش هيقدم شخصية ولفرين ولكن هيركزه بشكل كبير على الفريق بتاع الاكس من وده الصراحة هو شيء منطقي لكذا السبب هقولهم دلوقت اول سبب لان في بدايتي خالص لما انا جيت عشان ابدأ افلام مارفل كنت فاكر انه فريق الاكس من لازم يكون الفريق بتاع ولفرين كان في دماغي ان هو ده قائد الفريق ولكن بعد كده فهمت انه فريق الاكس من هو يعتبر فريق كامل من اعضاء مختلفين ولكن مش شخصية واحدة بس هي تعتبر الفريق او تعتبر هي الاكس من طبعا ما فيش اي حد هيدر هنا وينكر انه شخصية ولفرين هي الشخصية اللي كاتم احتلة الصدارة او كيتهي الوجهة للفريق بتاع الاكس من وازن برضو انه كان فيه ناس تانية برضو منكو كيتفاكرا انه فريق الاكس من هم مقتصرة على شخصية ولفرين والتاني سبب عشان الشخصية بتاعت ولفرين هي هتتقدم ولكن بعد الاحداث بتاعت فيلم الاكس من اللي هو هينزل في عالم الام سي يو هتفهم قصدي من الكلام ده في الكلام اللي هقوله بعد شوية وفيه برضو تسريبات تانية ذكرت ان الشخصيات اللي هتبقى بتتقدم في عالم الام سي يو كاول اعضاء من فريق الاكس من هيكونوا هم نفس الشخصيات برضو اللي تقدمت ساعة فيلم اكس من في رست كلاس يعني المعنى ابسط هتبقى الشخصيات الرئاسية زي شخصية بروفسور اكس او بروفسور شارلز اكزيفير وشخصية ماجنيتو وشخصية ريفن وشخصية بيست وغيرهم برضو من الشخصيات التانية اللي كانت موجودة جوه الفيلم لزي ما نقول بعبارة تانية الشخصيات اللي هتبني عليها العالم بتاع الاكس من ذكر برضو ان هومن ضمن الاسباب اللي هتخلي الشخصية والفرين ان هي مش هتتقدم جوه الفيلم ان هي برضو الكصة بتاعت الفيلم هتبقى بتتكلم من اول السلاح بتاع اكس مظاهر او وبن اكس في اكيد كده هومن مش هقدمه الشخصية بتاعت لوجان او والفرين من قبل ما انت ما تحكي الكصة بتاعت الشخصية من البداية وغير كده برضو قبل ما همما ما يقولوا اللي حصل للفريق وازاي انه والفريق تكون والكصة بتاعت الاكس من والمتحولين من البداية وكلام هنا منطقي انت فعلا لازم تقدم الفريق بعد كده الشخصية تيئلة بتاعتك واللي هي الشخصية والفرين والمناسبة برضو عشان نتكلم عن النقطة دي بالتفصيل فيه ناس ربطت التسريبات القديمة بتاعت عالم الام سي يو بالفيلم بتاع الاكس من اللي مارفل اعلنت عنه وكلام اللي هقول لدلوقتي هو فعلا كلام منطقي والكلام بشكل كبير هيبقى مركز على فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد او كابتن امريكا فور وفيلم السانتر بولز حسب اللي فهمناه ان مارفل بالفعل مخططة في خلال فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد انه هو الفيلم هيكمل للاحداث بتاعت فيلم ايترنالز اللي حصلت في النهاية اللي هو تحديدا بعد المشهد بتاع ظهور التمثال الخاص بالسليستيال تياموت واللي احنا كلنا شفناه جوه الفيلم واللي هو بالنسبة للناس اللي هناك هو تمثال مجهول هو ظهر قدام البشر فجأة لو تفتكروا بقى لحسب التسريبات الاديمة اللي انا قلتها انه التمثال ده بالفعل هو تحول لجزيرة فيها معدن ادمانتيوم وقلنا برضو قبل كده ان الشخصية بتاعت ريد هالك او الرئيس روس اللي هو هيبقى رئيس امريكا هيبقى بيحاول هو وشخصية فال وفرئيس سيربانت سوسايتي ان هم من ياخدوا المعدن متاع الادمانتيوم لنفسهم وهتكون امريكا بتحاول ان يتعمل حرب بينها وبين واكاندا بسبب طبعا ان الاحداث بتاعت فيلم بلاك بانسر واكاندا فوريفر ولكن جوه الفيلم زي ما احنا معرفنا هم من يفشلوا والكلام ده هو بالفعل هو كلام صحيح وقارفناه برضو على حسب الاسكريبت القديم بتاع فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلت والكلام ده بالمناسبة هو تأكد من مصادر موصوقة ومن مصاربين معروفين جدا وكمان برضو بعديها قلنا ان هو فريس سانتر بولتس المفروض ان هو في خلال الفيلم بتاعه وملحوظة كلام اللي هنا هيبقى على حسب الاسكريبت القديم لان في احبار على انه هو دلوقتي تغير ولكن المهم اللي فهمناه اني الفكرة بتاعت الفيلم الرئيسية هتكون بتكمل برضو نفس القصة بتاعت كابتن امريكا بريف نيو وورلت والفكرة هنا اني شخصية فال هتخلي الفريب بتاع سانتر بولتس ان هو يروح عشان يحاول يسرق المعدن متاع الادمانتيوم عن التسريبات اللي لنا لسه ايلها دلوقتي دي واللي هزا ما قلت التسريبات موسوكة اظن الفكرة والصورة بقت واضحة قدامك هو ليه وولفرين مش هينفع يتقدم لان عندنا معدن الادمانتيوم هيكون هو لسه ظهر في خلال فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلت وممكن حد يسرق منه شوية في خلال فيلم السانتر بولتس في النهاية بعد مرور الاحداث هنشوف انه شوية اللي تسرقوا دول هيروحوا لشخصية لوجان او وولفرين هيكون مع نزول الفيلم بتاع الاكس من هيكون هو لسه مخدش التجربة بتاعته ولا هو بقى وولفرين فالكلام هنا كله هو يعتبر كلام منطقي وفعلا صح لو تفكروا برضو انه هو تأكد بالفعل من فترة برضو قديمة حوالي خمس شهور او ست شهور انه هو كمان برضو فيلم الايترنالز الجزء التاني والهو تأكد من شركة مارفل انه هو بالفعل هيتعمل وهينزل برضو قبل فيلم افينجرز زا كانج داينيستي القصة بتاعته هتكون بتتكلم على القصة بتاعت الكوميكس اللي باسم AXE او الافينجرز ضد الاكس من ضد الايترنالز والسؤال الشهير اللي كان عمال بيتقل كتير برضو ازاي انه الفريب بتاع الاكس من هيبقى ضد الافينجرز وضد الايترنالز واساسا ان الاكس من هما لسه ما تقدموش هظن برضو انه هو الفيلم ده هيكون ممهد برضو الفيلم الايترنالز الجزء التاني وحسب برضو التسريبات القديمة الخاصة في فيلم ديت بول سري فهمنا وتأكدنا انه وجوه الفيلم هتظر شخصيات فاريانت من شخصية وولفرين والمعلومة دي بالمناسبة هيتأكدت بشكل رسمي طبعا معنى ظهور نسخ فاريانت من شخصية وولفرين معناه كده انه في ممثلين تانين هيلعبوا الدور بتاع شخصية وولفرين ولكن من اكوان موازية هيكون ظهوره معبارة عن شوية كاميوهات مش هتأثر في الاحداث بتاعت الفيلم بشكل كبير ولكن والكلام ده هو كلام جديد على حسب التسريبات الموثوكة من ضمن النسخ الفاريانت بتاعت شخصية وولفرين اللي هتبقى موجودة جوه الفيلم هيبقى فيه شخصية هتظر مرتين جوه الفيلم والشخصية دي هتكون هي نفس الشخصية بتاعت وولفرين الرئيسية في كونت 616 وعشان برضو نكون قول لكل اللي عندنا ففيه ممثلين اتنين بس هما كان عليهم كلام كتير الفترة اللي فاتت واللي اتنين اللي هقولهم دلوتي هما نتأكدوا بالفعل من المسربين ان هما هيلعبوا الدور بتاع وولفرين جوه الفيلم ولكن ما نعرفش مين فيهم هو وولفرين الاصلي بتاع عالم الام سي يو اول واحد واللي هو وولفرين بتاع الممثل دالينير روتكيلف ده لحسب المسربين هو تأكد بالفعل ان هو صور مشهد لولفرين جوه الفيلم وده كان قبل اضراب الممثلين والكتاب ما يقوم وفيه مسربين وناس كتير جدا طلعوا قالوا ان هو بالفعل موجود وهيكون هو النسخة الرئيسية بتاعت عالم الام سي يو لكن فيه مسربين تانين بعدها فترة طلعوا نفو الاخبار والتسريبات اللي كتعملها بتنزل قالوا ان هو بالفعل هيظهر ولكن مش هو النسخة الرئيسية بتاعت عالم الام سي يو والنسخة التانية هي بتاعت الممثل تارون ارينجتون واللي هنا مش محتاج ان انا اتكلم عليه كثير لان هو بالفعل كان ملمح على انه هيلعب الدورتها وولفرين اكتر من مرة وصرح برضو قبل كده على انه كان حابب يلعب الشخصية وحابب برضو في اي فرصة ان هو يلعبها وعلى حسب برضو التسريبات الاخيرة والموصوقة الفيلم ديت بول سري ان احنا بعد ما نشوف نسخة مختلفة من شخصية وولفرين جوه الفيلم شوف ان هو ويد ويلسون او ديت بول هيكسر الجدار الرابع وهيعرف الجمهور ان هو وولفرين اللي هو هيو جاكمان اللي جاء معاه من العالم بتاع فوكس هو افضل نسخة لشخصية وولفرين موجودة في خلال المالتي فيرس وهيو جاكمان وولفرين ما ينفعش انه يتم استبداله باي ممثل تاني وهيبقى وقتها رسمياً وولفرين بتاع عالم فوكس هيكون هو نفسه وولفرين بتاع كونسو تميل 16 ده لحد الاحداث بتاعت فيلم افينجر زا كانج داينستي ولكن بعد الاحداث بتاعت كانج داينستي احنا لحد دلوقتي مش عارفين اللي هيحصل ازا كانوا هيموتوه ولا هيستبدلوه بشخص تاني ولا هيعملوا ايه بالزبط احنا لحد دلوقتي مش عارفين بالنسبة برضو للفيلم الخاص بتاع فريل اكسمن فالفيلم المفروض انه هيتم تصويره بداية من السنة اللي جاية 2024 طبعاً زي ما بقول كل مرة ده في حالة انه ما فيش اي مشكلة تانية اجلت تصوير الفيلم بشكل كبير برضو على حسب الاخبار اللي عملة بتنزل مارفل اخترت بالفعل الممثلين بتاع الادوار برضو هما مش اعلانوا عليهم دلوقتي غير بعد ما اضرب الممثلين ما ينتهي لو تلاحظ برضو في شركة مارفل كده هي اتعلن عن الممثلين بتاع فيلم الفانتاستيك فور كلهم بعد ما اضرب الممثلين ما ينتهي بشكل رسمي وكذلك برضو الممثلين بتاع الادوار بتاع فريل اكسمن ولكن لو هنتكلم على ميم ممكن نلعب الادوار دي على حسب الاخبار الرسمية اللي احنا عارفينها فعندنا على حسب التسريبات الاخيرة واللي اتكلمت عليها هيكون هو الديزل واشنطن بالدور بتاع ماجنيتو والممثل جيونالكو اسبوزيتو بالدور بتاع بروفسر اكس او شارلز اكزيفير وده لانه بالفعل هو كان مصرح على انه حابب بيلعب الدور بتاع بروفسر اكس او الدور بتاع شخصية ماجنيتو ده لو تفتكروا الكلام برضو اللي انا قلتو اول ما هو اعلن وصرح بالموضوع ده بنفسه وبالمناسبة برضو عشان الناس اللي ممكن ما تستدهش النقطة دي فهم الاتنين بالفعل قالوا انه هما نقابلوا كيفين فاجي فاحنا دلوقتي بنقول كلام رسمي وبالنسبة لجينا اورتيجا فاحتمال تلعب الدور بتاع روج او احتمال تلعب الدور بتاع وايت تايجر في خلال مسلسل دير ديفل بورنجين ولكن لو هنمشي على التلميح القديم فممكن يكون الدور بتاع شخصية روج وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو احط لعيك على الفيديو ونزل اشترك في القناة لو انت لسه مشترفتش وبيس